دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفلقة سلمها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياضة التي تامل السعودية بأن تكون تاريخية وتسعى لإيجاد حلول في الدول العربية التي تشهد حروبا كليبيا، سوريا، العراق، اليمن أمريكا أيضا تبحث عن ورقة جديدة مع العرب نظرا لتراجع استعدادها لقيادة حروب في المنطقة أريد استخدام الجزاء لأن الجزاء الآن بالنسبة للحياس السعودي أنها منعزلة في مستحيل سابقا منعزلة عن الدول العربية لكن هذا ليس إنعزال حياسي الجزاء نتوين أن تتذكّل في الشؤون الداخلية بعض دول خاصة أن تتعلم باليمن في سوريا والعراق إذن هو يحب ورقة جديدة بالنسبة للدول العربية لأن المتحدة الأمريكية ما عندها شيء جديد أنها تكون بسرعات وحروف في كل برد لأنها الأموال كافية والسعودية كذلك تريد جبهة لزد الإرهاب وكذلك جبهة موحدة راح تكون خطوة الأمام لكن يجب أن يتبعها فطوات أخرى ويكون براجماتية من طرف كل دول العربية الجمهورية الإيرانية ستغيب عن قمة الرياض التي من المنتظر أن تخرج بتوصيات قد تخدم المنطقة العربية وتقوي علاقات الدول العربية المحتم عليها الحفاظ على وحدتها واستقرارها